هذا الفيديو حل مسألة رئيسية على الدي سي موتور تتذكر وان حكيت قبل هالمرة احنا ما رح نركز على السيريز دي سي موتور ولا الديفرنشالي كومباوند بشكل رئيسي رح تكون تركيزنا على السيفرتلي اكسايتيد او البيرمنت ماغنيت او اللي بيشبهه لحد ما الشنط رح نطلع اليوم في عندنا مثال هاي عندي هون الباور سبلاي هذا الباور سبلاي رح نسميه هون بي اس او نسميه بي تي انا عم بيسحب كرنت الكرنت جزء منه عم بروح هون بالفيلد اكسايتيشن مقاومته 500 اوم وح يمر كرنت ثابت مدام احنا ما رح نغير الفوتج هون رح يمر كرن ثابت رح يكون الاكسايتشن ثابت طول الوقت وهادي نقطة مهمها نتذكرها انه الاكسايتيشن تبع الدي سي موتور رح يضل ثابت طول الوقت بغض النظر عن التغير في اللود على المحرك رح نغير اللود على المحرك بس الاكسايتشن في الفيلد رح يضل ثابت فالماغنتيك فلوكس والماغنتيك فلوكس دنستي رح ضلهم ثابتين في المحركة هاي نقطة مهمة جدا تتذكروها بقية الكرنت رح يمر من هون رح يمر اللي هو الارمتشر كرنت اللي هو الكرنت الرئيسي اللي رح يسبب لي تورك طبعا هذا هون احنا بالترانزينت رح نهمل الارمتشر اندكتنس رح نركز بس على الارمتشر رزيستنس وهون رح يتكون عندي الباكي اماف اذا متذكرين الباكي اماف مهم جدا لانه هو اللي بيكون فولتج هون يقاوم الفولتج اللي داخل من هون ويحدد الكرنت فحسب كي في ال كيرشوفت فولتج لو بالنقطة هاي والنقطة هاي هو في اس اذا كمان في اس مساوي للفولتج دروب عبر المقاومة اذا ما فيش عندي ترانزينت رح اهمل الفولتج دروب على الاندكتر لانه دي اي على دي تي رح يكون زيرو انا مركز بس على ستيدي ستيت زائد الباكي اماف اذا الباكي اماف زائد الفولتج اللي بدروب اللي بيصير عبر مقاومة ار اي تبعت الارمتشر مساوي لفي اس وهي المعادلة الاساسية لازم نظرنا نتذكرها اذا في اس هو مجموع المقاومة الفولتج عبر المقاومة ار اي زائد الباكي اماف في الحالة هاي احنا رح نثبت الاكسيتيشن فالباكي اماف احنا بنعرف انه بتناسب طرديا مع فاي مع الاكسيتيشن وبتناسب طرديا مع السرعة اذا متكيتيشن ambigu معناها الباكي اماف تتناسب مع السرعة اذا كقاعدة كل ما زادت السرعة رح يزيد الباكي اماف كل ما نزلت السرعة رح ينزل الباكي اماف اذا زادت السرعة رح يزيد الباكي اماف لما زيد الفولتج هون رح يصير في بولتج اسرة اقل عبر هاي المقاومة ولذلك الكون idi رح ينزل إذا نزل الباك السرعة رح تنزل الباك يام إف ولما ينزل الباك يام إف رح يصير في فولتش دروف أكتر على هاي المقامة ورح يزيد الكرنت إذن هذا إحنا منسميه شنط شنط إكسايتشن بس هو فعليه مما أنه رح مش رح نغير هذا رح مش رح نغير الباك سورس من هون اللي موجود هون رح يضر الإكسايتشن طول الوقت المثال موجود في فايل نزلتو أنا على الموقع اللي هو بتشوفوه معكم هون مش هل تقدر أنزل هون